موسيقى اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين شهدت مباراة الاهل والاتحاد السكندري في مباراة كأس السوبر لكرة السلة وقاعة مؤسفة ادت الى الغائها جاء ذلك اثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد اسفلهم ووقع ذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة وقيمة المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من اكتوبر وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 67 الى 45 ووجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقع وتعرف على الاسباب التي ادت الى سقوط الفاصل الحديدي واتخاذ جميع الاجراءات الواجبة مع الاطمئنان على كافة الجماهير التي كانت متواجدة خلال المباراة وتوفير كل ما يلزم من تدابير واجراءات طبية للمصابين وجاء التقرير مبدأ للواقع بان سقوط الفاصل الحديدي باحدى مدرجات الصالة المغطى كان نتيجة تدافع بعض الجماهير التي حضرت المباراة وتشير الفحوصات الطبية الاولى لهم بانها اصابات بسيطة كلف اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة مشكلة لبحث ملابسات وقع سقوط احد الاسوار خلال مباراة الاهلي والاتحاد في كاس السوبر لكرة السلة اعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بواحد وعشرون سيارة اسعاف مساء اليوم السبت الى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر واوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان الحصل المبدئي يشير الى اصابة سبعة وعشرون مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها اصابات غير مهددة للحياة وتم نقل ثمانية عشر منهم الى مستشفى ستة اكتوبر المركزي ونقل تسعة مصابين الى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وجاري المتابعة كشف خالد القوسي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن مصير مباراة كأس السوبر التي توقفت بين الاهل والاتحاد السكندري وقال في تصرحات خاصة ان المباراة سيتم استكمالها في موعد لاحق من نقطة توقفها كشف مصدر من هيئة الاسعاف في وقت سابق عن تطورات الاوضاع اثر احداث مباراة الاهل والاتحاد السكندري في كأس السوبر للكرة السلة وقال المنظر لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الاتحاد السكندري والاهل واوضح وصلت الحالات الى مستشفى ستة اكتوبر الاصابات كلها ما بين كسور وقروح قطعية وردود نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين ربنا يصطر وان شاء الله الجميع يكونوا بخير